السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله كانت دائرة الكبيرة هي دائرة الله تعالى ودائرة ضيقة أطارنا الله تعالى للاختيار قل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إلى أن قال قل كل من عند الله قل كل من عند الله يعني أن الإنسان لا يخرج عن دائرة القدر الإلهي فربنا مسألة الزواج يقضأ وقدر محسوم مكتوب في السجل المحفوظ فلان لفلانة وفلانة لفلان فإذا غم فلان أن يخطب فلانة وهي غير مكتوبة تقول الملائكة وهي تضرب بأجنحتها ما بال فلان يريد أن ينكح زوجة فلان وما بال فلانة تريد أن تنكح زوجة فلانة وتبقى الملائكة تضرب بأجنحتها حتى ينفض ذلك الجمع حمل واحدة ما يريد أن يزوج ومن بعد احتكدوا الخطبة وربما كيركبوا الخواتام وربما أوشكوا على الزفاف ثم يوقعش نزاع وكيتفرقوا يقولوا سحروا لها ربما دولة المانع ورغم مكتباش لأن الملائكة في السامع كتطال على السجل السجل مكتوب في كل شيء ووضع الكتاب في كل شيء مكتوب فتقولوا ما بال فلان هذا يريد أن يتزوج بزوجة فلان هذه مكتوبة عند فلان ليس عند هذا وما بال فلانة تريد أن تتزوج بزوج فلان هذا المرأة لديك الرجل وهذا رجل لديك المرأة وهذا ما لهم كتبقى الملائكة كتقول هذا شيء ما مكتوبش في الكتاب ربما يصدقش وفعلا كيوقع شيء خلال شيء نزاع شيء جيدال وكيتفرقوا كيقول لك هذا هو ما يسمى بالقضاء والقدر فإن كان ذلك المكتوب فعلا حقا هو تلقى ودوجة ناس كتقول الملائكة الآن تبت الحق الآن تبت الحق فمسألة الزواج غير إنسان يطمئن بلام يشغل نفسه إلا كان مزوج يرضى بما قسم الله لأنه لو رجع به الزمن إلى الوراء وقال لله تعالى عود اختار من جديد وغيرد ربو حده وراء وغيرد قيد يدور بلاسته وغيرد يعود يرجع لنفس القادر دياله فليهذا خسو يرضى ومن رضيه فله الرضى ومن سخطف عليه السقط والإنسان اللي بقي مزوج غير اطمئن حتى وما غير ارتاح أرى النصيب دياله غير يقلب عليه أرى قادره سوف يبحث عنه هذا كل من أمر الله وطوبة لمن تزوج بإنسان أو إنسانة فاقد للبصر لأن المكفوف فاقد البصر هذا من المبشرين بالجنة وقد صح في الحديث النبوي أن من أخذت منه حبيبتيه حديث قدسي من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة اللي خذل الله البصر دياله وصبر واحتسب ما قاش علاش أنا وعلاش أنا من دو الناس وانا وقع لي كده ما تشكاش وإنما رضي بما قسم الله وقال حبيبتيه يعني عينيه لأن أعز ما يملكه الإنسان بعد الإيمان بالله هو نعمة البصر كتشوف به الدنيا هو مسكين أربيخة للبصر كيشوفها ظالم في ظالم إذا صبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة والليك يتطبط بإنسان مكفوف أو إنسان مكفوف إذا كنت في الدنيا تقوده في الطريق هو سيقودك إلى الجنة هو سيقودك مباشرة إلى الجنة أي شدك وفي الدك وغادي يديك مباشرة للجنة سبحان الله العظيم مدى هذه ركلم كيقول ما إله أحباب كيرام صدق ويقين كان ذكر وأنا طفل صغير كان ابن حارتنا كان في الحارة كان سكن في المدينة القديمة بالدار البيضاء بجانب مسجد حسن ثاني كان معنا وحد طفل كان مكفوف أخصوه مع من يلعب أخصوه شكولي يدي المدرسة وأنا كنت أصغر منه سنا وصبح الله العظيم كان ذكر كان ديما كان نديه نجيبه وهو كيتنوع عليه الوليدات كل واحد كيكون معه ولد درب أصدقاء ولكن واحد الوقت هو يا الثقفية أنا قال لي يا بات كنت أديني المدرسة جيني المدرسة كيقول يقرأ لي الكتوب كيجيب لي كتاب وكنقرأ عليه باش كيسمع وأنا أصغر منه بشي أربع سنوات ثم واحد الوقت يقول لي أديني الحمام كانت بشي مع الحمام من البلدي مرة كيبغي جري إينا باندي لبتيت فولي كانت شد لي فيدي كتبقى تجري معاه كل مرة وحنر عيت 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 قلت لنا الشيء كتر علي بزاف ديني جيبني وكان في الولدك شاءته دغول كانوا مجموعة لأصدقاء أولاد الحي كل وقت يقدم الخدمة وأنا كل مرة كتر علي وحنر مسكين جي في الصباح الباكر جاي بخلى أولاد الحومة كلهم وجي قصدار نكي يدق علي في الباب وننطل من الشرجم بلية وننقل الأخ جلي الله يغفر لي يا رب قلت لي يقولي لي رهما كينش رهما كينش رهما كينش رهما كينش رهما كينش رهما كينش هو يرجع مسكين رجع هذيك الليلة هذيك الليلة ونشوف في المنام واحد الرؤية شفت بأنني أنا غادي في الظلام هو هاز وحد الإناء دي النور وغادي به هو كي قوضني هو اللي غادي بيه هو الكي ضويع لي اشتدك المشهد ثم وننشوفو غادي بيه المكة المكرمة غادي بيه المكة المكرمة ويطوفو بيه حول الكعبة المشرفة أنا دا كان عندي تقريبا حوالي تسع أو عشر سنوات كيطوف بيه حول الكعبة المشرفة وريحت العود والأضواء كان الليل والمكة المكرمة فهو أضواء تتلألأ وريحت العود والناس لبسي للإحرام هو غادي بيه وانا ما عارفش نمشي ولكي سوق بي شفت هذا الرؤية استيقضت صباحا واقسمت على نفسي انني من خليش هذا المراجل عندي انا نمشي لعنده وليت كل الصباح كان فاق كان مشي نضق عليه وقال لي فلان فين غادي اليوم شنو البرنامج ديالك خاصك شي خدمة وسبح الله العظيم قد تتكرر لي هذا الرؤية تتكرر بانه يطوف بي حول الكعبة المشرفة وشاءت قدرة الله تعالى وسبحان الله لما توظفت في احدى الادارات اعطوني رئيس لجنة الحج ولم اذهب الى الحج لم اذهب الى الحج لم اذهب رغم ان كنت رئيس لجنة الحج على مستوى جهة الضال البيضاء الكبرى سنين طويلة ولما مبقيتش فيها ربك اردق لي من لحيلك مننا انا اعطاك للحج فاعطاني قدرة على الحج طول العمر طول العمر بامر الله تعالى سنين طويلة وبقى تلك الرؤية المنامية كان ملكي سونش يحدك يقول لي كيف اجدرتي لها كان يقول لي والله ما بدلت لا اسباب ولا مسببات ولا قدمت طلبا لجهة معينة ولا التبست مساعدة من احد هكذا جلس فقط في صباح القيت لقيت الورقة بين الدية والابواب مفتوحة ولعلها من بركة ذلك الشاب المكفوف اللي كنديه نجيبوه وكنحلم به بالليل يطوفو بي حول الكعبة المشرفة والمدينة المنورة فكن قل احباب الكرام اي واحد شفته مكفوف او عنده اعاقة حركية او ضعيف عندك الظن بانك قد تقدم لي انت المساعدة راهو اللي كيقدم ليك المساعدة الم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انما تنصرون بضعفائكم وانما ترزقون بفقرائكم إلا بغتي النصر تكون منصور كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة دائما اهتم بالضعافة الضعافة قدم لي يد المساعدة خوض بالخاطر ديالهم جبر الخاطر ديالهم وربيعك النصر بهم تنصر وإلا بغتي الرزق إنما ترزقون بفقرائكم فين ببلك شو وعد فقير أو محتاج اقدم لي المساعدة ما كانش عندك المساعدة قول ليه كلمة طيبة كلمة طيبة قول معروف خير من صداقة اتبعه وآدى قول معروف كلمة طيبة تقولها له بأمر الله تعالى فهنيئا لمن تزوج بمكفوف أو مكفوفة لكن تنت تقوده في الدنيا هو سيقودك في الآخرة إلى الجنة يقودك إلى جنة عرضها السماوات والأرض والدنيا قصيرة وغدغة تنتهي فيلم قصير فصل ربيع سرعان ما سوف يولي ويدبر واتلقى نفسك أمام جنة عرضها السماوات والأرض في الحياة الأبدية فطوبة لكل من قدم الإحسان أو المساعدة للضعفاء والمساكين وهنيئة للأخت الكبيرة للا كبيرة الله يكملك الرجاء الله يساعدك ويفرحك ويجعل سيدي عزيز يدخل عليك إن شاء الله مباركم سعود اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم يا ربي ارزقهم رزقا حسنا اللهم ارزقهم التبات والنبات والدرية الطيبة صوبيان وبنات وجميع الأخوات الامكفوفات كان عرفهم واحد مجموعة كبيرة منهم الاخت الوزنة والاخت حنان والاخت أمينة واحد مجموعة كبيرة للأسماء ماد nope اللهم يا ربي اختر لهم أزواء الصالحين اللهم اختر اللهم لدى الناس طيبين اللهم اسعد قلوبهم يا ربي في هذه الدنيا القصيرة أسعد قلوبهم وارزقهم أزواج وارزقهم ذرية وارزقهم هناء وسعادة والشباب اللي هم مكفوفين نطلب الله تعالى يفتح لكم باب الرزق الله يجب لكم الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتسير واللي عنده الشغارات في قلبه وضامره ونفسه ربي أعلم به أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله